أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملة حرص مصر على دعم دول القارة الأفريقية في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة وقال الملة خلال لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية الصومالية عبد الرشيد محمد إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم مسؤولي البلدين لبحث مجالات التعاون في قطاع البترول والتعديل والبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل التعاون وتقزيم الدعم اللازم لهذا القطاع الذي يشكل أملا لمستقبل الصومال وأشار الملة إلى أن الوزير الصومالي أكد حاجة بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البترول والتعديل مؤكدا أن مصر سيكون لها دور رئيسي في تنمية الثروات الطبيعية الصومالية